السلام عليكم اليوم شواتنا دي الفاسية ان شاء الله غادي تقدم لكم واحدة طرطة اللي غادي تكون بالشكلات والكريمة ان شاء الله غادي بدوا على بركة الله هنا عنا الدقيق اللي غادي يكون مية كرام والفوق مية كرام على حساب البيت وشن عندكم عندنا هنا يواحد الحق ديال دانون إما دانون إما يتعوضوه بالحليب ماشي مشكل عنا هنا يزيت وعنا كذلك سكار اللي كان عبروهم بالحق ديال دانون اللي كيكون عبر ديالو مية وخمسة وعشرين غرام واللي ما عنداش فدرت الحليب كيمكن لدير كالصغير واللي غادي تحبر به للزيت والسكر سنيدة هنا يا عندي واحد سبعة غرام ديال خميرة الكيموية وكذلك عندي سبعة غرام ديال فاني اللي هو خنيشة ديال فاني سبعة غرام تهية عندي هنا جوج بيضات على درجة الحرارات المطبخ وكذلك عندي رشة ملح وكذلك عندي جوج معالق ديال كاكاو دابا ان شاء الله غادي نبداو دائما على بركة الله كناخدو البيض ديالنا اللي كيكون على درجة الحرارة المطبخ غادي نضيفو في الجبان اللي كدي تصخدمو اللي غا تطربو فيها هاد العناصر كنضيف عليه كذلك ديال خنيشة ديال فاني اللي عندي والسكر سنيدة اللي قلتلكم كيعادل كي الصغير ديال السكر سنيدة غادي ناخد هاد الشي غادي نطربو بتطرب مدة قل من دقيقة يعني انا كنقطع الكاميرا حتى كتتحضر لي الحاجة وكنولي نكمل معاكم هنه غادي نطربو مزيان كيف كتشوفو غادي نزيد ديال خنيشة ديال فاني هنه بعد ما طربتو مزيان غادي نزيد الزيت اللي انا تاية كذلك كالصغير طيال الزيت وغادي نطرب كذلك دائما حاجة بحاجة كنطربوها من بعد ما غادي نطربها انا اخديت هنه الزيت اللي عبرته لكم باش نشوف الماني الناس اللي عندهم الكاس العنبة وما نتوفرش عندهم الكاس صغير اللي باش عبرو وغادي ديرو نصف كاس ديال العنبة ويزيدو فوق منه جمع الزيت كبار ما يوصلش لكاس الارض باش ما تجيهمش ميت دماء الصفي هنا غادي نطرب العناصر كلها غادي نضيف كذلك حك ديال ياغورت او اللي ضانون ولا نعوضوه بالحليب اللي ما كانش عندكم تصفر تيمكن لكم اي حاجة تديروها لان ضانون بحلو بحل الحليب هنا غادي ناخد الدقيق ديالي اللي قلت لكم على حسب البيت كتكون بعض المرات البيض اما كبير اما صغير انا عبرا اهنا عندي حتى المية اه اه خمستاش او الى عشرين غرام غاديد على حسب الخاليط انا كانعطيكم معيني ميزاني لانا ما كانديرش بالقياس يعني انتو ما كانعطيكم العبارة باش ديكم باندقوقة يعني اراكو مولفتوا الكيكات اللي كان نزلكم هنا يا غادي نزيد فوق هادي الدقيق هادي ندير كاكاو كاكاوح ديوم اللغبرة لانه تيطر يعني خلطوه قبل لانني انا ما خلطوش قبل بقوه كيطر هو هو صعب فاش كاز بغيت ديلي شي كيكا وغادي نضيف كذلك الخمارة بالنسبة الناس هنا يريد الاوروبا هدي عنا فيها 15 جرام غادي ناخدو معلقة صغيرة منها يعني من اصغر معلقة هي ديك 7 جرام والناس اللي في المغرب غادي ديرو 7 جرام يعني خمارة حمارة واحدة هنا غادي نطرب وراكم كتشوفوا المنظر انه ديك شي ترون و يعني البودرة ديال كاكاو طارت مش مشكل هاد شي توقع دابة هنا ايام بعد ما غادي نطرب مزيان غادي نجيب الامول ديالي اللي انا كنختاره كيف ما بغيتوه بغيتوه طويل دائري مستطيل مربع هلا حسامتوما صافي بعد ما هنا يا هنتو ما خلط هاكا كتجي لالخاليط كي يجي هاكدا يعني كي يطلق الخيط هادا كوار خاليط اللي بغينا هنا يا ما يكونش تقاصح وتقيل و ما يكونش خفيف هنا انا اختارت هاد المول دائري اللي كيتا الوزن ديالو 28 سنتيم هادا يمكن لكم يلا درتوه الصغير غادي تجيكم الكيكا عالية ويلا درتوه الكبير غادي تجيكم الكيكا حادرة وانا عندي الغرض انه تكون الكيكا حادرة ما تكونش عالية لانني ما بغيه هاش تكون عالية حتها دي تكون فيها ثلاثة ديال الطبقات هنا غادي نترح العجين ديالي وغادي ندخله الفراني طيب على درجة الحرارة 175 دايمن كان ميلو المول درت تحتمنه الكاغيت وفي الجناب درت تدقيق ودرت زيت اللي دهنتو به طبا غادي ندخلها الفران طيب على درجة الحرارة 175 مدة نس ساعة على حسب الفرن ديالكم من الفوق من تحتكات طيب هنايا من بعد ما خرجت الكيكا ديالنا هنتو ما كاتشوفوها ما كتجيش عليا هادا هو الشتوم كدية اللي عطتنا كتعطينا تقريبا ثلاثة سنتيم ما كملاش هنايا بعد ما خليتها ترى بردت واحد دقيقة عاد فتحت عليها دابا غادي نقبطها غادي نقلبها وغادي نقلبها من بعدها غالي نردها في المول ديالها اللي زولتها منو او لا كان عندكم خدمتوها وما كانش عندكم هاد المول كيمكن لكم تديرو الكيكا في الطيب ومن بعد جيبو ديك الدائرة اللي كتكون كنصوبو بها اللي طارت اللي كانت عندكم توفرها كيمكن لكم باش ما تعد بكمش هاد الحلوات هادو كيمكن ضروري كي خصوم يكونو فيهم ليمو اللي كيتحلو هانتو ما الناس اللي ما عندهم مش هادك الدائرة كنوليو نردو الكيكا علاش قلبتها باش تجينا السطح ديالها مصطح وما يجيش فيه ديك التبويقة ديال الكيكا من الفوق باش حيتننزل عليها الكريمة تكون متقدة هنا غادي نخليها ودادي نجيب واحد الكز ديال الحليب او الكز ديال الماء انا اخليت كز ديال الماء ودرت تخنيشها ديال كابيتشينو اللي خلطتها وعطتني بحل شكل ديال القهوة وحليب انتو ما لا نطيبوا القهوة او لا تديروا نيس كافي ودبغيتو تبا ما تهدلون هادك الحرورية ديال النيس كافي تزيدوا معا واحد شوية ديال الحليب باش كتعطيكم بحل قهوة وحليب او اللي ما كتبغيش القهوة كيمكن لا تسقيها بالحليب تهو كدلك لانها هي كحلاك حلا ما كتبانش هنا غدي نسقي انا داك الكيك ديالي اللي كديال طرطة كنسقيها باش كتجينها مهاشة وفتية كنخليها تشرب واحد جوج حتى لثلاثة ديال دقايق باش مجيناش مرغنة يعني مبعد ما كتشرب النا هنيا كان اخد انا جت عندي هنيا الكريمة اللي انا حضرتها خديت الكريم شانتي يعني متوما انا خديت هنيا سلاخرون بالنسبة الناس اللي هنيا خديت واحد جوج حق وحق ديال ماسكرابون طربت بنوبل ولا الكريمة وزد عليها ماسكرابون في الثاني يعني ولكن درت سكار سكار على حسب الماداق ما تكتروش لانا الانا غدي نزيد هنا الشكلات ديال خديت تقريبا واحد سبعين قرام ديال السكار طربتوا مع الكريمة وزد عليها ماسكرابون في الثاني كانت عندكم ما كينش عندكم ماسكرابون غدي تدير وجوج ديال آآ الكارتونة ديال الكشونتيين انا اخدرت هنيا تقريبا مية ربعمية قرام ميتين في ميتين هنا دوبت شكلات حمام مريم ومبعد تقريبا لما كانش عندكم نوتيلا او شكلات ديال الدهن دوب وشكلات اللي دوبتو انا في حمام مريم وضفتو هنايا على الكريمة باش كيعطيني هاد اللون هادا اللي كتشوفوه قدامكم يعني كريمي بحلقه هو حليب باش كيعطيه واحد نكها وهاد الكريمة راني طربتها مع خنيشة ديال فاني بغيتوا تطربوها مع خنيشة دفاني طربوها بغيتوا تخليوا على نكها ديال الشوكولة تيمكن لكم تهيا قبضتها غادي نخويتها فوق هاد الكيك هادي وغادي نطلقها مزيان فوق منها ونسترحها حتى كتتقاددلينا من بعد غادي ناخدها وغادي نضيفها في المجميد يعني انا بغيتها تقبطلي مزيان وغادي نملسها مزيان حتى اتقاددلي غادي نرجع ليكم اتضربو عليها باش كتتقاددليكم مزيان هدا هو الدائرة اللي انا نصقت زولت اللولة ديال الكيك ودرتها الدائرة باش تعرفوها هي هادي اللي هدرتلكم عليها هنا غادي نقاددو كيكوتلكم مزيان وغادي نضيفه في المجميد باش تقبطلي يدك الخاليط مزيان يقبط راسه مزيان يتقريبا بحالي غادي يقصح ولكن هو ما تيقصحش وخاكا ندخله للمجميد صافي هنا خديت لغاناج لغاناج اللي انا راني محا نمحضرها ديره في فيديو خاص غادي نحط لكم الرابط ديالو اسفل الفيديو غادي تاخدوه وغادي تطيروه لحسب اللي بغيتو ديوش تطيرو 400 قرام او ل300 قرام لحسب الخاليط اللي عندكم هنا لغاناج بعد ما خدمتو هادي نجيبو غادي نخويه فوق هاد الخاليط بعد ما خرجت الحلوة من المجميد و هاد الشوكولات يعني بعد ما خدمتو خليتوه حتى برد ما نخويش هو صحون ضروري هادي بيدفا مزيان تاقي علينا غادي يبرد ولكن غادي تخبيو ديك لغاناج ملت وتقدوه مزيان حتى يسيح وغادي تخليوه مدة دقيقة يقبط راسه مزيان وعاد نجيبو شكلات البيض اللي انا حترتلو حمام مريم عادي ما درتلوش درتلو او لدوبو في ميكروهونت وغادي تديرو في واحد البلاستيكا اللي غادي تزوقوه بيها هنايا غادي نجي تطلو وسط وغادي نقبط ومقاة ندير واحد الدائرة غادي وانا كنديرها بحال دائرة حالة زونية هاكدا غادي معاها بجنب باش كنصنع واحد العنكبوت اللي كتكون رائعة على شكل ملفعي اللي كيمكن لكم ديروها اما دائرية اما على الطل سافي هنايا غادي تجرو ببعد ديال السنان او لابلي كوردون غادي تبقو كتجرو اللور للجوانب باش كتعطيكم هاد الزواقة اللي كتشوفوها هاكا وكتولي ودخلوها المجميد باش تقبط راسا الى كنتو مزروبين بيها الطيوف ديالكم ولا محتاجين بيها ساعي قبط راسا ودك الشكلات كانتو بانا محتاجين الاشياء تحطوها غادي في تلاجة نورمال وتخلي وحتك يقبط راسا غادي واحد الحاجة انكم دخلوها المجميد مزيان بعد منين تخرروها قطعوها مزيان ولكن قطعوها بواحد السكين اللي غادي تديرو للمسخون يعني تديرو جبانا وتحطوه فيها السكين وتمسحوه وتقطعوه وتولي وعاو تاني تديرو لانا كتكون هي معللكة بززاف غا تقبط لكم السكين وما تقبط لكم تمشو واحد الفورما مزيانة سافي انا قطعتها هاكا على 16 طرف ومن بعد رضيتها المجميد خليتها تمام لاناني كنت مقريبة نحتاجها سافي هنا غادي نجبت لكم واحد الطرف باش تشوفوا الدخلاني ديالها كيفاش كي يجي وكانتمنى انها تعجبكم وتجربوها مع وليدتكم وشكرا لكم على المتابعة وما تنسوش لي جيملي